موسيقى طابط أوقاتكم بكل خير من الفضائية الإيرترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العنوين موسيقى الرئيس السياسة فورقي يلتغي الرئيس الكني ويليام روتو موسيقى الرئيس السياسة فورقي يلتغي مسؤولية المؤسسات في نيروبي موسيقى جهود رغبية للحد من انتهاكات القانون والتعليمات في الإغليم الأوسط موسيقى روسيا تندد بعدم إنسانية الولايات المتحدة لتسليحها أوكرانيا موسيقى قوات باكستانية حدودية تصد هجوماً انطلاقاً من أفغانستان موسيقى الدفع يعود تدريجياً للعلاقات الإسترالية الصينية بعد سنوات من التوتر موسيقى من العنوين للتفاصيل التقى الرئيس السياسة فورقي قبل ظهر اليوم رئيس جمهورية كينيا ويليام روتو بحث اللقاء الذي جرى في قصر الرئاسي واستمر لأكثر من ساعتين الدفع بالعلاقات الصينية والقضايا الأقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك شارك الرئيس السياسة فورقي في مؤتمر المناخ الإفريقية الذي عقد في نايروبي في كينيا من الرابع حتى السادس من سبتمبر تلبية لدعوة الرئيس الكيني ويليام روتو وخاطب المؤتمر بكلمة حول الأسباب والتأثير الخطير للتغيير المناخي في إفريقيا وموقف نظرة إيرتريا لمكافحته يرافق الرئيس السياسة فورقي في زيارة مستمرة من الرابع من سبتمبر وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح التقى الرئيس السياسة فورقي في السادس من سبتمبر في نايروبي بمدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إشامستينغار ورئيس مجلس إدارة بنك إفرياكزيم الدكتور بنت أوكي ومستشارة الأمن والطاقة الرئاسية الكينية مونيكا ناقش الرئيس السياسة لدى لقائه مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إشامستينغار السلام في السودان وذكر الرئيس السياسة أنه يتعين على الأمم المتحدة زيادة دورها في عملية السلام في السودان والعمل بالتشاور مع الدول الجوار وفي معرض حديثه عن برامج التنمية الجارية في إيرتريا غالي السيد أشيام أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقية برامج التنمية في إيرتريا ولديه برنامج لزيارة إيرتريا وفي لقائه برئيس بنك أفريم أكزيام الدكتور بنتيك أوكي بحث الرئيس السياسة فورقي مساهبة البنك في برامج التنمية في إيرتريا وذكر الدكتور بنتيك أيضا أنه يزور إيرتريا وخلال لقائه مع مستشارة الرئيس الكني للأمن والطاقة مونيكا جوما أجر الرئيس السياسة مناقشة هدفت اكتساب التجارب من كينيا في مجال الطاقة البديلة وهي طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبخار والطاقة المائية التقى حاكم أغليم القاشبرك السفير محمود علي حري سكان مدرية منصورة حول تعزيز برامج التصدي الموحد وقال السفير محمود خلال اللقاء الذي جرى يوم الرابع من سبتمبر أنه تم تنفيذ برامج تنموية وأمنية فاعلة بتطاف جهود الشعب والجيش وحس كفتها يكل الحكومية والجبهة والجيش على العمل الجاد للدفع بدور الشعب والجيش في برامج التصدي الموحدة الممنوحة أولى الأولويات وذكر الإدارات وقالت الجيش للقيام بدور رائد لرفع وعيه وتنظيم المجتمع عامة والشباب خاصة إلى جانب الأنشطة الرامية إلى توسيع نطاقة التغطية والاستفادة من الخدمات الأساسية داعينا العيان والجهات المعنية للعمل المنسق لحل خلافات الأراضي وأكل المشاركون على العمل البوعي لضمان مشاركة الشباب في جميع على أنشطة مطالبين القيام بدراسات معمقة للبرامج وتنفيذ فعلي من الجهات المختصة واغترح معالجة نقص في مؤسسات الخدمات الاجتماعية في المدرية وفقا للأولويات وكبحة محاولات الاستيلاء على الأراضي في بعض المناطق وإلى الاهتمام الجديد للطلاب الذين هم في سن المدرسة ولا يجلسون في مقاعد الدراسة نظم الشركة ليلول النقل البريد دورة تدريبية للإسبوع لتسعة وخمسين من أعضائها بالتعاون مع شركة عمبر بابا وليبيا أوي الإيرتري حول قيارة السيارات الآمنة وأوضح المدير العام للشركة السيد حيالوم نقاسي في مراسيم التخريج في السابع من سبتمبر أن تدريب له دور كبير لتقديم خدمات جيدة وسليمة وشارك فيه سائق الدراجات النارية والآليات الثقيلة والباصات والشاحنات الصقيرة والكبيرة وخبراء صيانة ومزعي الزيوت والوقود وذكر مسؤول تنمية القدرات البشرية في شركة عمبر بابا المهندس نوحوم مليون أهمية تدريب الذي جاء بطلب شركة عمبر بابا وسيكون له أسام لرفع كفاءات سائق الشركة وشهد عضو شركة ليبيا أوي لإيرتريا المهندس ناصر موسى أحد المشرفين على التدريب باهتمام المتدربين وغالوا ممثل المتدربين بأن الخبرات العلمية داعمت بالمعرفة النظرية التي تتساعد في جودة العمل وقدمت في الختامة جوائز للمتدربين أفاد موسى المكتب القانون والنظام في الإقليم الأوسط أن الجهود الرقابية متواصلة للحد من انتهاكات القانون والتعليمات وغال العقيد تسفاميكيل تسفازين القيامة القيام بأشطة رغابية في النصف الأول من هذه السنة في التجارة غير القانونية والمواد المنتهية الصلاحية وتشييد المباني دون تصريح وأسعار المواد الاستلاكية والأسواق القانونية وغير القانونية وتغريم المتاجر المنتهكة للقوانين بحوالي 5 مليون نقفة وسبعمية ألف نقفة وذكر أن الحكومة تقدم الدقيق المدعوم لأصحاب المخابز وقد تم تقديم شكاوه على 97 مخبزا للنواقص المرتكبة وقد جرى حسب جرم المرتكب الإقلاق ل32 مخبزا لثلاثة أشهر وغرامة مالية للمخابز التي خفضت وزن الخبز كما تخزت الإجراءات الإقلاق على الحنات التي رفعت سعر البير وذكر معاقبة المرافق الخدمية التي انتهكت الإعلان القانوني الصادر عام 2002 بشأن الأكياس البلاستيكية والإعلان القانوني بشأن التبق والسجائر الصادر عام 2004 ومعاقبة المباني المشيدات من التصريح بالهدم وبعضها بالقرامة المالية وذكر العقيدة سفا ميكيل تقريم المتاجر الباعة للأفلام المشينة بعشرة ألات نقفة لكل منها والإقلاق لمدة شهر مع توجيه التحذير شديد اللهجة عغد مكتب وزارة الزراعة في أغليم القاشبركا سمينارا تعرفيا بزراعة دون تربة وفوائدها وأوضح مسئول تنمية المراعي واللحوم في المكتب السير كبروم تخلى مرياما السمينارا هدف إنتاج المزارعين للرعاة للأعلاف من الزراعة دون التربة وغال أن هذه الوسيلة الزراعية لا تحتاج مساعة كبيرة من الأراضي وتنفذ في وقت وجيز وفاد المشاركون للمحاضرة مكنتهم من التعرف على خيارات توفير العلاف يقوم السكان وعضاء وزارة الزراعة بجهود قوية للسيطرة على الجرادة الشجرية المنتشر في مناطق واسعة في مدرية شامبوكو وأوضح منذ بمكتب وزارة الزراعة في المدرية السيد هنسا برهاني استخدام معدات الرشاة اليدوية بتوسع للسيطرة على جراد الأشجار في خمسة عشر ضاحية مشيدا بالمشاركة الشعبية الكبيرة ودع المواطنين لمراقبة الوضع في مناطقهم بجدية ونقل أحدث المعلومات إلى لدارة زات الصلاة أو مكتب الزراعة من أجل تحقيق المزيد من الفاعلية وذكر السكان المشاركون في مهمة المكافحة أنهم يصيواصلون العمل حتى تتم السيطرة على الظاهرة استشهد في السادس من سطنبر المناضي الأبرهان براخي الذي كان تحت الرعاية وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن عمره 63 عاما جراء مرض ألم به التحق المناضي الأبرهان بصفو قوات التحرير الشعبية في شهر فبراير عام 1975 وناظرة بتفاني من أجل شعبه ووطنه المناضي الأبرهان براخي متزوج أبل ابنين وغدوار جثمان هوسترى اليوم السابع من سبتمبر في مغبرة الشهدى بأصمرة وتعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن هزنها لاستشهاد المناضي الأبرهان براخي وتقدم تعزيها لأسرته ورفقائه الأخبار العالمية بعد فاصل قصير تفضلوا بالبقاء معنا نددت روسيا بقرار الولايات المتحدة تسليح أوكرانيا بزخائر اليورانية من المنضبة حسب ما قالت سفارة موسكو لدى واشنطن وصفة خطوة الأخيرة بأنه دليل واضح على عدم إنسانيتها وفارث السفارة الروسية في منشور على التليجرام بأن القرار الأمريكي دليل واضح على عدم الإنسانية مضيفة أن الولايات المتحدة تنقل عدد أسلحة زات تأثيرات عشوائية وهي على دراية تامة بالعواقب وأعلن البنتاجون سابقا في بيان أن هذه الزخائر من عيارة 120 مليمتر مخصصا لدبابات البراماز الأمريكية التي وعدت واشنطن تسليمها لكييف قبل نهاية العام في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار ويعد اليورانيوم المنظب منصيرا لجدل ارتباطه بمشكلات صحية مثل صراطان وعيوب خلقية في صراعات سابقة رغم أنه لم يثبت بشكل قاطع أن هذه الزخائر هي السبب في ذلك أعلنت السلطات الباكستانية تصدي قواتها الموجودة قرب الحدود مع أفغانستان الهجوم شنهم مئات من مقاتل حركة طالبان باكستان انطلاقا من أفغانستان وقال النائب حاكم منطقة شاترال محمد علي لوكالة الأنباء الفرنسية كانوا بالمياذ وكانوا مسلحين بأسلحة خفيفة وثقيلة كنا مستعدين لتصدي للهجوم واستمرت توادل اطلاق النار لنحو أربع ساعات واكتسبت حركة طالبان الباكستانية زخما بعد عودة طالبان إلى السلطات في أفغانستان في العام 2021 فيما تتهم إسلامباد أفغانستان بانتظام بمقاتلين وهو ما تنفيه كابول وشار محمد علي لأنه مقتل إلى مقتل أربعة جنود باكستانيين وتسع مقاتلين في القتال الذي استمر ساعات أعلن الرئيس الوزراء الأسترالي أنطونيا البيانيز أنه يعتزم زيارة باكين في وقت لاحق من العام الحالي وذلك في عقاب لقائن جمعه بنظير الصيني لتشانغ على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق أسيا أسيا في جاكارتا وأكد البنيز في تصريحات للصحفيين تلقيه دعوة من الرئيس شيجي بينج لزيارة الصين مؤكدا قوله قبلها أنه سيزور الصين في وقت لاحق هذا العام في موعد يتفق عليه الجانبان وستكون هذه الزيارة الأولى لرئيس وزراء الأسترالي إلى الصين منذ العام 2016 وشكر رئيس الوزراء الأسترالي الجانب الصيني على توجيه الدعوة مشيدا بمباحث حسات بناء وإيجابية مع نظيره وأكد حاجة البلدين لخوض في حوار إضافي من أجل تحسين العلاقات وكانت وزارة الخارجية الأسترالي أعلنت أن وفد نظوم شخصيات سياسية ومن قطاعات أخرى سيتوجه إلى الصين لاستئناف حوارين مع نظرائهم الصينيين سعيا لتعزيز العلاقات بين البلدين أطلقت اليابان مهمة سونستنبارا لاستكشاف القمر ويسعى من خلالها برنامج طقيل الفضاء لتجاوز سلسلة إخفاقات تعرض لها في الأشهر الماضية وتم عرض إطلاق الصاروخ من مركز تانياكشيم الفضائي في جنوب غرب اليابان في فيديو مباشر من قبل وكالة استكشاف الفضاء اليابانية وسيضع الصاروخ في مدار حول الأرض غمرا صناعيا والذي سيقيس سرعة ما يحصل بين المجرات وتقول وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أن هذه المعلومات تساعد في دراسة كيفية تشكل الأجرام السماوية وتأمل أن تؤدي إلى حل لغز كيفية نشأت وتأمل أن تؤدي إلى حل لغز كيفية نشأت الكون تذكير بأهم العنوين مرة أخرى الرئيس السياسة فورقي يلتقي الرئيس الكني وليام روتو الرئيس السياسة فورقي يلتقي مسؤولية المؤسسات في نايروبي جهود رقابية للحد من انتهاكات القانون والتعليمات في الإغليم الأوسط روسيا تندهد بعد من ثانية الولايات المتحدة لتسليحها أوكرانيا قوات باكستانية حدودية تصد هجوما انطلاقا من أفقانستان الدفء يعود تدريجيا للعلاقات الأسترالية الصينية بعد السنوات من التوتر وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضايا الإيرترية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر